هناك من اقتطع مقطعا من حديثي في فيديو قصير جدا سأعرض الفيديو عليكم رجاء اعرضوا الفيديو المقتطع من حديثي في هذا الموضوع فهذا العنوان الله الحق هو علي وأمير المؤمنين كم ثانية ست ثواني اقتطعوها من حديثي ما هكذا يفعلون هذه التربية الاسلامية الراقية برنامج الخاتمة من الحلقة الاولى الى حلقة يوم امس 165 حلقة لازال البرنامج مستمرا لكن من الحلقة الاولى الى حلقة يوم امس الى نهاية حلقة يوم امس انها حلقة 165 وقت البرنامج عدد الساعات 402 ساعة برنامج الخاتمة من الحلقة الاولى الى حلقة 165 402 ساعة وثلاث دقائق واربع ثواني من هذا البرنامج الكامل المفصل اقتطعو ست ثواني فقط واذا اردت ان اترك البرنامج كله اذهب الى مجموعة حلقات اعرف امامك والتي تبدأ من حلقة 102 الى حلقة 165 حلقة يوم امس 139 ساعة و 27 دقيقة و 14 ثانية البرنامج من البداية الى حلقة 165 الى حلقة يوم امس 402 ساعة وثلاث دقائق واربع ثواني اما مجموعة حلقات اعرف امامك من حلقة 102 الى حلقة 165 حلقة يوم امس 139 ساعة و 27 دقيقة و 14 ثانية واذا اردت ان اترك هذا ايضا اذهب الى الحلقة 140 التي اقتطعوا منها هذه الثواني الست طول الحلقة طول الحلقة ساعتين و 9 دقائق و 52 ثانية ساعتان مع 9 دقائق مع 52 ثانية اقتطعوا ستا من الثواني وغيروا وغيروا الوان الفيديو عملية نفسية لان الوان الفيديو زاهية جميلة حولوها الى اللون الاسود والابيض و كتبوا على هذا الفيديو ادخلوا الى اليوتيوب كتبوا هكذا بعد لف و دوران طويل عريض هذا منتهى اليه الغز الله علي انا لن اتحدث مع الذين ما تابعوا البرنامج الذين تابعوا البرنامج بالله عليكم هذا هو الذي قلته انا الله علي انا لست مهتما لهذا جئتكم بهذا مثالا كيف يحارب فكر اهل البيت في جميع الاتجاهات جئتكم بهذا مثالا انا لست مهتما لهذا ولغيره انا معتاد على هذا الحال منذ اكثر من اربعين سنة اصلا اذا لم اواجه بهذه الطريقة فانني اشتاق الى ذلك لقد تعوت على هذا الحال لستم متأذيا ولستم استغربا لكن انا اردت ان اعطيكم مثالا كيف تحرف الحقائق وماذا يصنع بنا هؤلاء الاسلاميون هؤلاء الحوزويون هؤلاء المرجعيون في جميع الاتجاهات انا لا اعرف بالتحديد من الذي قام بهذا لكنها هي هي الجهات نفسها الاحزاب الشيعية القطبية تحمل القذارة نفسها التي تحملها المرجعيات في النجف القذارة هي القذارة هذا هو واقعنا الشيعي المرجعي النجفي الحزبي القطبي في كل اتجاهاتهم رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو مرة اخرى فهذا العنوان الله الحق هو علي وامير المؤمنين لو انهم ذهبوا الى الكلمات التي تسبق هذه الكلمات مباشرة او الى الكلمات التي تأتي بعدها انني اتحدث عن اية قرآنية وعن رواية قرأتها من الكافي فالآية من القرآن من سورة الكهف والرواية من الكهف الشريف لكنهم هكذا فعلوا قطعوا هذه الجملة فهذا العنوان الله الحق هو علي هو امير المؤمنين وصحيح هذا ولكن كيف يفهم في اي سياق من اين جئت به هل جئت به من عندي ام جئت به من القرآن ومن تفسيرهم ومن اوثق مصادرنا من الكافي الشريف الآية واضحة من القرآن والرواية واضحة من تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير والمصدر الكافي صدقوني وحق الزهراء لستم متأذيا ولا بدرجة صفر اذا كان يمكن ان يقال هكذا لستم متأذيا لكنني اردت ان اضع بين ايديكم مثالا من واقعنا الاسلامي الاصيل ما هو هذا الواقع الاسلامي الاصيل انتم ماذا تقولون بالله عليكم برنامج يتألف من اربعمية واثنين ساعة واثلاث دقائق واربع ثواني في نفس هذا الاتجاه العقائدي العميق بكل تلك المطالب الواسعة يؤخذ منه ست ثوان ويكتب عن هذا الكلام الذي يخالف بدرجة مئة بالمئة ما كنت اتحدث عن بعد لف ودوران طويل عريض هذا منتهى اليه الغز ما بين قوسين الله علي بالله عليكم هذا هو الذي سمعتموه مني في البرنامج صدقوني هكذا تعاملوا معي طيلة أكثر من أربعين سنة هكذا تعاملوا معي ولازال يتعاملون بنفس هذه الطريقة أنا حين شاهدت الفيديو في الحقيقة ضحكت والذي أضحكني ما هو الفيديو تذكرت حكاية وقد سرتها لكم في برامج سابقة لكنني أحب أن أعيدها ويبدو أن الحكاية حقيقية يبدو هكذا لا أدري بالنتيجة هي حكاية هذا يقولون واحد محتاج لحصان يريد لحصان يحمل علي راح للعلوة حصن هواية معروضة معروضة في العلوة وأصحاب الحصن واكفين يردون يبيعون حصنهم سأل عن الأسعار الأسعار غالية لكن هناك حصان تبدو عليه معالم القوة حصان قوي مهر شباب وممتلئ وممتلئ وعلامات النشاط والقوة بادية عليه سأل صاحب الحصان سأل أبو الحصان شقد القيمة ذكر رقم تعجب الرجل هذا الحصان رخيص جدا حتى أقل من ربع قيمة بقية الحصن فاستغرب قال شنو السبب هذا الحصان يبين أقوى وأفضل من ذيك الحصن ليش ذيك الحصن غالية وهذا الحصان حصانك رخيص قال له هذا مو بيعيب بسبب العيب الموجود بي ما أحد يشتري والسموعته سيئة بين الحصن قال له شنو عيبة قال له هذا يفعلون بي مأبون حصان مأبون حصان يفعلون بي قال له أي واحد يريد يفعل بي يسلم له يضطي ظهره ما يمانع قال له يعني هذا هو السبب اللي يخليك تبيع حصانك بسعر رخيص قال له الناس ما تريد ما تريد أحصان بهذه المواصفات أحصان مأبون ياه اللي يجي في علبي الناس ما تريد هيت حصان قال له أنا أشتري هو قابل أنا خاطب لمرأ شنو راح أزوجه لو خاطب مرأ الابني أحصان أريد أحمل علي عندي أحمال وأثقال أريد أنقلها على ظهره فأني أشتري من عندك قال له أنا قلت لك هذا هو عيبة عيبة يفعلون بي وأي واحد يريد يفعل بي يضطي ظهره يقبل قال له يا عمي هاكي الفلوس وانطيني الأحصان أخذ الأحصان ودى للبيت هذا طلع كارثة محصان هدم الحايط حايط بينهم وبين الجيران هدمه عض إذن ابن هذا صاحب البيت ابن اللي اشترى عض إذن ابنه وقطمه مرت صاحب البيت اللي اشترى الحصان جاي بعلف زقطها يعني رمحها برجلي زقطها بالتعبير العراق زقطها بعيونها وصقط عيونها شالوها للمستشفى سوى كارثة بيهم يريد يستفيد من عنده يحط عليه أحمال أثقال يرفض ما ينتظهره من يجي واحد يريد يفعل به ينتظهر هذا تخبل هذا هذا جاب لطرقاعة للبيت رجع على ابو الحصان قال اقول لك انت شنو اش بعتلي انت قال اش بعتلك بعتلك حصان وانا كل شي قلت لك قال ما قلت لي هذا طلع عاض عاض اذن ابني يزقط زقاط المرأ بعيونها والمرأ الآن بالمستشفى وجوز تموت المرأ حدم حيط نوية جيران سوى ما سوى بينه وما ينطينا ظهره حتى نحمل عليه بس اذا واحد يريد يفعل به ينطي نفسه قال لا انا قلت لك كل شي قال لك وين قلت لي قال لا انت بس قلت لي هذا يفعل به واي واحد يريد يفعل به يضطي ظهره قال ابن الحلال شاء هو اللي واحد يفعل به واذا اي واحد يريد يفعل به يضطي نفسه هذا توقع من عنده كل شي كل شي توقع من عنده هذا صاحبنا سالف تسالفة الاحصان عدري ابن الحلال برنامج اكثر من اربعمائة ساعة في نفس هذا الاتجاه الفكري حلقات اعرف امامك قريب مية واربعين ساعة مية وتسعة وثلاثين ساعة وسبعة وعشرين دقيقة واربع طعش ثانية الى حلقة يوم امس يقتطع هذا المقطع ست ثواني ويكتب عنه كلام لا علاقة له بالموضوع بالضبط هو بعكس الذي قلته والذي قلته انا من القرآن المفسر بتفسيره والرواية من الكاف الشريف شو تقولون انتم هذا مو سالفة سالفة الاحصان هذا مثل الاحصان هذا مثل الاحصان اللي واحد لازم يتوقع منه كل شي هذا ايضا هذا اللي يسو سالفة 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 الاحصان ما هم ذول اولاد رشيدة اولاد مرجعية رشيدة هذه هذه تربية مرجعية رشيدة رشيدة